الرحمن الرحيم حبيبي طلاب الصف الخامس الاتدائي هنبدأ مع بعض مراجعات الانجليش كل يوم ان شاء الله هنزل لكم مراجعة يونت عشان تكون سهلة معاكم عشان ان شاء الله الامتحانات اللي هي جاية عندي النهاردة هنراجع يونت وان اسمها ات زا كامب سايت ات زا كامب سايت ات زا كامب سايت يعني في موقع المعسكر conversation time وقت المحادثة هنشوف المحادثة اللي عندي لو بصينا على الصور هنشوف مجموعة من يعني مونة وهدى موجودين في موقع المعسكر ومونة رايحة بتصحي هدى بتقول لها ايه هدى wake up مونة wake up مونة استيقظي يا مونة هدى بتقول مونة استيقظي يا مونة قلت لها what time is it هدى what time is it هدى ما الوقت او الساعة كام يا هدى صحية مونة وبتسألها دلوقت الساعة كام ردت عليها قلت لها it's seven clock it's seven clock انها الساعة السابعة it's time for breakfast it's time for breakfast good i am hungry good i am hungry يعني جيد انا جائعة مش يا هما الاثنين رايحين ناحية الاكل فشمين ريحته بتسألها مونة بتقول لها smells good what's for breakfast رائحته جيدة ماذا يوجد على الفطار في ايه عاملينه على الفطار ردت عليها هدى قالت لها we are having beans and eggs we are having beans and eggs احنا عندنا فول وبيض عندنا فول وبيض على الفطار قلت لها yum my favorite yum my favorite يعني معناها ان هو اكلتي المفضلة لزيز ده اكلتي المفضلة اللي هو الفول والبيض اهم حاجة في الدرس في الكونفرزيشن ان انا اعرف ترتيب الجمل عشان فيه سؤال ترتيب بيجيني ابقى عارفة اني انا مثلا لما هرتب what's for اعرف ارتبها it's time for breakfast فنركز قوي في الجمل وفي ترتيبها عشان نحل سؤال الترتيب طيب نكمل نشوف بعد كده عندي وقت الكلمات اول دي شبه جملة يعني فعل ومفعول به من غير فاعل اول حاجة بتقول لك cook breakfast cook breakfast يطهو الفطار listen to stories listen to stories يستمع الى القصص laugh at jokes love at jokes يضحك على النكات climb a mountain climb هنا يعني يتسلق حرف الbe silent مش هننطقه يتسلق جبل watch the sun rise watch the sun rise يعني او watch the sun rise يعني يشاهد شروق الشمس watch the sun rise play cards play cards يعني يلعب كوتشينا wash the boots and bands wash the boots and bands يخسل الاواني والطاسات clean the tint clean the tint ينظف الخيمة المفروض يا حبيبي كل الكلمات دي هتكونوا حافظينها وتعرفوا تكتبوها ارهالكم مرة تانية عشان تفتكروها cook breakfast listen to stories laugh at jokes climb a mountain watch the sun rise play cards wash the boots and bands clean the tint خلاص طيب نرجع نشوف الجرامر الجرامر عندي لما اسأل سؤال بدد طبعا الاول لازم نعرف ان دد دي تاعت زمن الباست باست سيمبل باسأل باستخدم فيه كلمة دد في السؤال بمعنى هل يبقى عندي هنا دد بسأل بسأل بها في زمن الماضي هل في الماضي بعد هل هنا هيجي فاعل subject وبعدين verb اللي هو الفعل وبعدين باقي الجملة ناخد مثال ونشوف did he cook breakfast هل هو طبخ الفطار اخر الجملة طبعا علامة استفهام عشان دي سؤال did he cook breakfast هل هو طبخ الفطار طب عايزين نجاوب هجاوب سؤال هل ده يا اما بيس يا اما نو وبعد يس ونو بعمل ايه بعمل مقص ببدأ اجيب الاول الفاعل وبعد كده ضد بعديها يبقى yes he did طيب لما اجاوب بno no he did ومعنى بحط نط ماشى يبقى yes he did او no he didn't yes he did no he didn't طيب لو كان عندي الفاعل يعني اسأل اقول did you did you play cards هل انت لعبت كوتشينا طيب هجاوب بyes yes مرة كمان بنو طيب واعمل المقص طيب you قلنا دايما ان you في السؤال بحولها ل i في الاجابة you بخليها i يبقى yes i did نعم انا فعلت او no i didn't no i did وبحط نط مع نو يبقى عندي ملاحظتين على السؤال لما يبدأ ب did اول ملاحظة اني انا you بحولها ل i تاني الملاحظة اني انا لما اجاوب بنو بحط نط في نهايتها يبقى you بحولها ل i لما اجاوب بنو بحط نط تالت ملاحظة بقى ان اي سؤال في did لازم يكون معاها infinitive يعني مصدر اي سؤال في did لازم يكون معايا verb في المصدر ماشي كده احنا خلاص خلصنا الجرامر بتاع اليونت ناخد اخر حاجة revision review جيب لي مجموعة من الكلمات وعايزني اراجع عليها نشوف الكلمات chair, fish, mother, three, bread, present, green, tree, drum, cry, slide, plain, flower, spoon, sneeze, smile نقرأهم كمان مرة عشان تفتكروهم وترجو عليهم كويس chair, C والH صوتها chair, fish SH صوتها SH يبقى دي SH chair, fish T والH هنا صوتها يا سا يا زا جيب هاني مرتين مرة صوتها زا دي كلمة mother 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 وهنا صوتها السا في كلمة three 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 البي وراها R تتنطق بر بر برد هنا P و R يبقى بر 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 present green G وراها R green T بعدها R tree D وراها R drum C وراها R cry cry S L slide 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 PL plane plane FL flower 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 A O وراها W تتنطق كأنها A و W spoon spoon sneeze sneeze smile smile خلاص نراجع على الكلمات دي ونحفظها وان شاء الله الفيديو الجاي هعمل لكم مراجعة على unit two وهنمشي كده لحد ما نخلص السكس يونتس اللي عندنا كل مرة هرجع لكم على يونتس عشان ليلة الامتحان تراجعوهم كده ما يخدوش معاكم نص ساعة ان شاء الله تدخلوا تضمانوا الدرجة النهائية في الانجليش وبعدين نخلص نحل كام امتحان خلاص اشتركوا في القناة عشان تتابعوا معايا باقي المراجعات هشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي اشتركوا في القناة عشان